ورجعنا لحضراتكم بعد الاستراحة ووصلنا لفقرة طبية النهاردة هنتكلم في موضوع بيهم كتير جدا أو معظمنا وده لإن كتير مننا بياخد أدوية لعلاج مشاكل معينة زي مثلا أدوية الضغط والسكر والاكتئاب وغيرهم كتير ما بنبقاش عارفين هل الأدوية دي ممكن تسبب زيادة في الوزن أو لا يعني الشائع إن أدوية الاكتئاب وحبوب منع الحملة والأدوية اللي بتحتوي على كورتيزون بيسببه زيادة الوزن فهل ده صحيح ولا لا وهل في أدوية تانية بتسبب زيادة الوزن كل ده هنعرفه النهاردة من دكتور ماي عبداللطيف خصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة من الفريق الطب اللي شركة أون تارجت فارما أهلا بيك يا دكتور ماي موضوع مهم وغلاء يعني في ناس كتير فعلا بتبقى مضطرة إنها تاخد حبوب منع الحملة وخصوصا الناس اللي بعدها مشاكل في التكييوسات والحاجات دي صح كده في ناس تبقى بتمر يعني فترات بتبقى صعبة زي أدوية الاكتئاب بتبقى مضطرة إنها تاخدها بالزبط خلينا نتكلم عن الجزء ده أو النوعية دي من الحالات اللي ممكن تبقى يعني غصبا عنها لو حابين يعني بيحصلون زيادة وزن ولنا ممكن نتعامل بقى مع القصة دي زي إنها برضو موضوع شائق شوية او بالزبط فعلا أول حاجة فيه خلينا نقول ايه معظم الأدوية اللي ممكن تسبب السمنة إن فيه ناس كتير بتاخد الأدوية وتقولك أنا ماشي على الضيك بالزبط وبيكل أكل صحي وخليها بالي بس بدخن ومش بيبقوا عارفين إن فيه أدوية هما بياخدوها وكمان مثلا لما بيجوا يتابعوا معنا في الشركة أون تارجت ما بيقولوا لناش إيه الأدوية أو ما بيبقوش فاهمين إن أنا لازم أعرف إيه الأدوية اللي هما بياخدوها أدوية علاجية عشان أبقى عارفة إيه سبب السمنة أو إيه سبب عدم نزول الوزن فيه أدوية زي ما حيك قلت يا أدوية الضغط أدوية الاكتئاب فيه ناس مثلا بيحصلاتها شنوجات أو مثلا بعض من أنواع السرع الأدوية هي بتأدي الزيادة في الوزن حبوب طبعا منع الحمل الإنسولين فيه ناس ما بيبقاش عارفة إن الإنسولين ده بيتهبب زيادة كبيرة أوي في الوزن إنه بيسبب الإنسولين تقصودي اللي هما اللي بيتعلقوا من سكر مرحلة أولى أو اللي هو من نوع الأول ياخدوا حقا ياخدوا حقا ده بيسبب إنه هو بزيادة كبيرة في الوزن لأنه بيخلي هو إيه الفكرة لأدوية دي أصلا بتعمل زيادة في الوزن أول حاجة بتفتح الشهية بتاعتي جدا أنا نفسي غصبة عني عايزة أكل مع إني أنا مش حاسة أن أنا جعينة أو يعني نفسي رايحة أن أنا أكل حلويات حاجات مش صحية فدي بتبقى الصعيد إفكت بتاعت الدواء مثلا زي الإنسولين بيعمل إنه بيغير توزيع الدهون بتاعت الجسم فتلاقي مثلا كمان الناس اللي بتاخد الكورتيزون الدهون مثلا بقت في الرقبة في الوش في الإيد يعني الأماكن اللي كانت معتدة فيها لا بيغير التوزيع من أول وجديد بتروح في أماكن تانية أماكن تانية كأنه بيغير أماكن توزيع الدهون في الجسم كله يعني مثلا لو كانت البطن مثلا فيها الدهون بيغير تاني مرحلة شكل تكوين الدهون في الجسم فبتلاقي شكل الجسم أصلاً للناس اللي بتاخد بالزاد كورتيزون جسمهم مرة واحدة اتنفخ في أماكن الوش بقى الإيد الرأباء بيبقى أماكن بيبقى شكلهم غريب وكمان الأدوية دي بتخلي إن احتباس المية والسوائل والأملاح بيبقى كتير جداً تحت الجلد فإحنا لازم نبقى عارفين إيه الأدوية اللي احنا بناخدها ولازم طبعاً لما بتابع مع الدكتور التغذية أقوله على كل الأدوية اللي هي بتتاخد عشان يبقى أنا عارفة إيه السبب السمنة أو عدم نزول الوزن لأن الأدوية زي ما بولتها حيك بتأثر على الشهية بتديني شهية مفتوحة أبس كمان أدوية تمنع الحملة دي مهمة لبعض النوعية من البنات يا دكتور ماي أكيد أو طبعاً فحرام هما بيقومش بين النارين يعني هي لازم تاخد بس بتزود لها وزنها برضو والكمان لازم تخس أوه يعني فمش عارفة هل المعضلة الصعبة دي ممكن تتحل أكيد طبعاً يعني إحنا كان عندنا كذا حالة وفي حالياً أنا برضو مطبع مع بانوتة بتاخد للأسف برضو يعني ربنا إن شاء الله يشفيها دواء الكورتيزون وللأسف هي لازم تاخدوا لمرحلة طويلة شوية فطبعاً قدها هي كانت رفاية بدأت وزنها يزيد جداً جسمها معظمه بقى فيه يعني هو أكتر من الدهون مية أكتر فهي دايماً بقت حسن هي دلوقتي متضايقة وحسن هي متوترة إن كمان الرابط يعني تتجوز فهي حابة إن هي تخس بسرعة في وقت قليل فطبعاً إحنا عملنا معيها إن إحنا بدأنا ندخل معيها بكورس الأنا السليم الكورس On Target Foreman ده كورس مكسف عشان فيه الأدوية دي بتبقى أدوية علاجية هي مش أدوية مؤقتة زي ما قد يحكي مثلاً دواء الكورتيزون مع البنت اللي أنا متابعة معيها هي لازم تاخدوا الفترة طويلة وفي نفس وقت هي عايزة تخس فإحنا هنعمل إحنا عارفين إن دواء الكورتيزون بيخزن مية أكتر وبيحبس أملاح فإحنا ساعتها بندى أول حاجة لازم طبعاً كورس الأنا السليم الألياف لإن الألياف هما دايماً بيبقوا عندهم الشهية مفتوحة على طول مش بيبقوا عاملين كنترول وكمان المشكلة إن هما بيبقوا أي وقت عايزين يكلوا وفي نفس وقت مش عارفين يتحكموا في الكميات فدلوقتي إحنا هنديها حاجة عشان نتحسسها بالشبع هنرشح لها في الكورس المكسف كورس ألياف الأنا السليم دي عبارة عن ألياف يعني تكلمنا مع حيك أكيد فيها قبل كده بس بنقول تالي لعل في حد لسه بيشوف الفقرة مع حضرتكم بيعرف عن الأنا السليم هو إيه فهي دي عبارة عن ألياف طبعية من قشور بذور السليم دي بتعتبر إحنا عندنا أجود أنواع قشور السليم إن إحنا بنستوردها من الهند فإحنا بناخد أعلى يعني درجة نقاء من قشور بذور السليم دي فكل وظيفتها إن هي زي الألياف بتبقى الطبعية بس طبعا درجة نقاءها وجودتها أعلى وطبعا بتديني إحساس بالشبع أكبر بكتير يعني بتديني إحساس الشبع مثلا من 8 إلى 10 ساعات فدي طبعا وفترة طويلة إن أنا جسمي أدي له حاجة تحسسه بالشبع وفي نفس الوقت بتديني يعني فيها فيتامينات فيتامين سي بتديني الباور طبعا بقى يعني بحاجات كويسة كمان يا دكتور مالي أكيد طبعا لإني فيه ناس مثلا أنتو يكتب لو أنا قعدت الفترة دي كلها أنا مكلتش طبعا ممكن يحصل له هبوط أو الدوط أو الكلام ده لأ طبعا هي ما بتديش ما لهاش أي صعيد إفت لإنها كلها حاجات طبيعية طبعا فيها فيتامين سي بالنسبة لمقدار اليوم اللي أنا إحنا طبعا كلنا محتكين فيتامين سي في كل يوم بالذات فترة الشتاء لإن إحنا بنقلل من شرب المية ما بناخدش فيتامين سي ممكن يعني بشكل ديلي بس مهم برضو لينا يعني إحنا بنعوض فيتامينز مع الأناسيليام برضو أكيد ما هو إحنا كان هدفنا إن إحنا نعمل كورس متكامل يحسسني بالشبع يحافظ على صحتي يديني الفيتامينز اللي أنا محتاجاها وفي نفس الوقت هخص بشكل صحي حتى لو أنا بياخد بقى أدوية هتزود الوزن أو مثلا عندي أمراض مزمنة فده اللي بيعمله ألياف الأناسيليام إن هي عبارة بتنفش في المعدة وتديني أعلى امتلاء عشان أحس بالشبع فدي أول حاجة إحنا هنقدر حيك قلت المقعدلة هنقدر نحلها إن شاء الله هنقدر نحلها إن شاء الله بإذن الله أهم حاجة بس تتوصي إنه اللي بياخد الأناسيليام لازم يشرب مياه كتير يشرب كبايتين مياه عشان الألياف بتحب المياه فكل ما هشرب مياه هتديني الإمتلاء اللي أنا عايزاه إن أنا أحسس المعدة إن أنا كلت مع إني أنا مش وكلة بس كإني وهمت المعدة إن أنا وكلة وفيها فيتامينز اللي هي محتاجاها وكل حاجة فبدأت هاجي أكل مثلا لإن هي بتشغل من ثلاثين لتلاثة أربع المعدة هيتبقى عندي آخر ربع ده الربع اللي أنا بقى اللي هتحكم فيه في الكمية كويس بس أنا برضو مش بتحكم فيه يعني أنا اللي بمنع نفسي لأ إحنا هنأكل اللي إحنا عايزينه بكل طرق صحية أنا هحس بقى إن أنا مش قادرة هحس إن أنا خلاص أنا شبعينة فهاجي بقى على الوجبة بتاعتي مثلا الغداء زي الكشري الحلو اللي أنا ده رأي فيه دكترون جميل تسلم إيدك حلو قوي فإنا مثلا هاجي دلوقتي أنا عندي دلوقتي إحنا هنأكل كشري هاكل عادي على فكرة مش همنع نفسي أو هتلاقيني إن أنا وكلة أكل أعمل أكل تاني لا بس مع لقتين تلايتها خلاص أنا كده شبعينة لأن أنا شربت مية مع أنا سيليا مدتني أعلى تمدد وأعلى متلاقي في المعدة فأنا كلت أكلة كلنا بنحبها بطريقة صحية بكمية قليلة طول ما أنا متحكمة في الكمية أنا مقدر أخيشه في الموضوع بالضبط تبقوا لنا طرق التواصل عشان لو إست في حد من أصدقائنا داخل يبقى قادر يصورها من على الشاشة عن طريق الأرقام الزهرة على الشاشة مكالماته واتساب أيوة والوفيشيال بيجز بتاعتنا أون تارجيت فارما على الفيسبوك والوفيشيال بيجز بتاعت دبط النهائي الحافظ وعلى الانستجرام أون تارجيت فارما والوفيشيال بيجز بتاعت دبط النهائي تمام هايل جدا طيب هنلجع بقى نتكلم عن بقية الكورسات احنا كده عندنا الكورس مكسف بس الكورس مكسف بيتضاف عليه بقى حاجة تانية حاجات كتير أطم تقول لنا بقى عن دكتور ماني احنا ده بيجزة منتكلم عن الحالات اللي مثلا بتاخد أدوية أو هاية يعني بتساعد في زيزة وزنك ففيه ناس بتبقى فقد الأمل إزاي أنا مثلا هخس وأنا معيني بياخد حاجة في نفس الوقت بتزود الدهون أو بتقلل الحر لأن الأدوية دي كلها بتحبس المية بتقلل الحر بطريقة رهيبة جدا في الجسم فإحنا دلوقتي قولنا أول حاجة هنديها لأنا سليم عشان نحسس الجسم نتحكم في الجوة ونتحكم في الكمية بتاعتنا أنا كده حليت أول مشكلة مشكلة الشراها هندي كمان عندنا كابسولات الكابسولات دي بتعمل كلها حاجات طبعية أهم حاجة الكرسطات بتاعتنا كلها يعني نباتات طبعية واخد طبعا تصريح من منظمة هيئة الغذاء والدواء ومرخصة فما فيش أي حاجة كيميائية عشان الناس بتبقى خايفة أو بتبقى عايزة تتقومن والناس بالذات اللي جربت وما كانش فيه نجاح معها في الضوية اللي عملت أو بالضبط فدلوقتي هنحط الكابسولات الكابسولات دي فيها كلها نباتات كل اللي بتعملها يعني هي أول حاجة بتزود الحرق لأن طبعا الناس بتاخد الأدوية دي الحرق عندها تقريبا بيكون منعدم وكمان بنزود بالإحساس الشبع وكمان بنقلل الشراهة ناحية الحلويات والنشويات على حسب بقى الحالة لو هي فعلا بتروح للحلويات أو للنشويات دي كل بقى حاجات احنا ديتا بناخدها بقى العملة بتوعنا مثلا حد يقول أنا عندي مشكلة شراهة في الحلويات النشويات لا أنا مش عارف أتحكم في الجوع بتاعي في الكمية فاحنا لازم نعرف بس احنا ده اللي بيبقى الكورس المكسف للحالات اللي هي عندها سنة مفرطة ومحتاجين نخص في وقت يعني قياسي عشان نحافظ على صحيتنا ونزبط هرمونات الحرق تاني فاحنا كده حطينا الأليف حطينا الكابسولات أهم حاجة برضو في الكورس المكسف السلاك السلاك ده احنا يعتبر يعني شركة أون تارجت فورمو هي متميزة بي مفيش تركيبة تانية بره إن احنا حطينا فيها الكفايين بيزود الحرق الكورنتين ده من أهم الحاجات اللي بتزود الحرق جدا وبتنشط الحرق حتى الناس اللي عندها خمول في الغدة طبعا بتبقى هرمونات الحرق عندها متوقفة تماما صحيح فاللكورنتين ده أصلا الأمان فيه كمان إن أنا جسمي قريدي بيصنعه بس أنا بقى بحط بصنعه بالنسبة بالنسبة دي للناس اللي عندها مشاكل بتبقى تقريبا التصنيع بتاع الكورنتين في جسمي مش موجود فأنا بقى بدعم الجسم وببدأ أديله الإلكورنتين عشان يبدأ يفوق ويرجع تاني هرمونات الحرق إن هي تشتغل ويبدأ يزبوط لي بقى عملية الحرق في الدهون في الجسم عامة وفيها كمان كروميوم برضو بتزود نسبة الحرق فيها فيتامينز فإحنا السلاك ده يعتبر إحنا ده البرودكت اللي إحنا بنتميز به جدا إن التركيبة دي كلها مش موجودة في أي منتج تاني بره إن إحنا كلها حاجات بتزود الشبع بتزود حرق الدهون وبالذات الدهون الداخلية لإن ده المهم أنا الأهم عندي إن أنا أحرق من الدهون اللي جوة اللي متخزنة بقى بالظبط اللي برح نخلص محضور علينا اللي برح نخلص إحنا هنقننه بالظبط فهي المشكلة بتبقى دايما في الدهون لإن أنا جسمي كمان مع الناس اللي بتاخد الأدوية دي بيبقى معينة بيبقى عايز يحتفظ بالدهون دي لأقبقهم على آخر 4-5 كيلو كده تلاقينا إيه عايزين زقق بقى عايزين أي حد إلحقونا فإحنا لازم نحط السلاك عشان يدي جسمي بقى الزقق ديت عشان يبدأ يحرق بقى المغزون اللي هي المتعندة دي أيها بالظبط أيها فعلا وحشة بس يعني بنقدر الحمد لله إن إحنا نتخلص منها طب قولنا على المشروبات بقى بيبقى مننا في الشطة عشان في ناس بقى بنلجأ للسحلة وبعدين أنا قريبا نعمل حمص الشام فالموضوع بقى خارج عن إرادتنا حرص طب قولنا بقى يا دكتور الحاجات اللي ممكن في البيت نستغلها ونشربها وتبقى فعالة ومفيدة دينا وما تضرناش يعني لمرضى ضغط ولا سكر ولا كده وكمان الحاجات اللي ممكن تكونوا إنتوا كشرتة On Target Pharma بتدوها مع الكورس عندنا طبعا الجرين كوفي ده الحمد لله فيه ناس كتير قوي الفيدباك بتاعهم إنه هو عجبهم جدا فيه ناس بتبقى مش حبة طعم الجرين كوفي البيور كده اللي هو مغير حاجة بالضبط آه فإحنا عملنا طورناه عملنا عليه إنه هو فليفرز بالبندق والمكة عشان حقيقة البندق طبعا بندق شنغلة بندق ايه هو فعلا طعمه حلو والناس كتير قوي شكرت في الطعم والحلو إنه هو كان مش بيحتاج إن انت تزوديه سكر يعني المش محتاج هو منه فيه بالضبط آه إيه بقى الجرين كوفي بتتميز ليه برضو دي بي تبقى معنا في الكورس المكسف عشان أول حاجة فيها مادة اسمها كولوريجينيك أسد المادة دي بتزود إحساس الشبع جدا وكمان بتزود الحرق بتاع الدهون وبالذات بقى الدهون اللي بتبقى مترقمة في البطن والأرداف والدريع لالدهون العنيدة دي اللي فعلا بتبقى في آخر كم كيلو زي ما حيك قلتي بتبقى صعب إن هي تنزل فإحنا دي المشروبات دي بيبقى طعمها حلو بتزود الحرق وكمان أمنة جدا للناس اللي عندها سكر برضو اللي عنده ضغط ممكن ياخدها لأن الناس بتبقى فاكرة القهوة الخضرة زيها زي القهوة العادية لأنها بترفع الضغط لأي مادة الكولوريجينيك أسد دي أصلا بتزود مستوى السكر في الدم وبتقلل كمان فبالتالي هتقلل الضغط فأنا هيبقى أمان إن اللي عنده سكر أو عنده ضغط أو أي حاجة مش ربع أمان بعدين عندنا سكر ستسل كمان معها عايزة كل أصدقائنا يجربوا لأنواع بجد من أنواع اللي تضاف حقيقي والله أنا واحد أكيد جربنا كلنا أنواع فيه أنواع مش هننكر إنها كويسة لكن أنا يعني أسعدني وجود نوع يضاف إلى أنواع راقية ومحترمة أولا بيدخل على السخن وبيستحمل درجات ما بيمررش وما بيضغيرش الطعم التسكيرة بتاعته يعني باكة واحد يسكر كوباية كويس جدا فده ممتاز أنا بس سيطة بقى لي وأناشد الشركة إنها تعملين حاجات صغيرة عائلة بتتحط في شنطتنا عشان نقدر نستخدم منه في الحياة العادية لأنه استخدام في البيت ممتاز ممكن أخذ منه على قد بس بخاف الباكت يتبلب خاف لأ بس هو معمول من مادة بره يعني لو جاء عليه مياه هو ماشي بس إحنا محتاجين برضو السغنة الحركات برضو لازم ندلع لأنه أكيد مش همشي باكت كده بابقى عايزة برضو حاجة أو حتى ساشد يعني ممكن مجموعة مساشد كده جوه علبة غنونة من يوم زي علبة النعناع أنا عايزة كل أصدقائنا يجربوا وانتوا بتطلعوا مع الكورس صح يا دكتور مي طبعا لأيه الناس برضو بيبقوا عايزين يشرابوا حاجات سخنة وكمان في الشتاء بقى يعملوا كيكس حاجات كده فالسكر ده آمن جدا برضو اللي عنده سكر لدخل على مقاومة إنسولين والأطفال اللي عايزين نقلن موضوع السكر بزتقال لأنه مش بيرفع السكر في الدم وكمان ملوش سعرات يعني كيس مثلا يعادل معلقتين من السكر الأبيض أنا كأني مخدتش سكر أصلا في جسنا طب الحمد لله فده حاجة هايلة هو ده اللي احنا عايزين وقام حاجة الطعم كمان ما يتغير لا الحمد لله الطعم فيه ممتاز أنا هستسمحك تقولنا تاني طرق التواصل بعد إزمك ميش أعم طريق الأرقام اللي بتبقى ظاهرة على الشاشة مكالمات واتسل والأوفيشيال بيجز بتاعتنا أون تارجت فارما أيوة على الفيسبوك وأوفيشيال بيجز بتاعت دكتور نهاية الحافظ وعلى إنستجرام أون تارجت فارما وأوفيشيال بيجز بتاعت دكتور نهاية الحافظ تمام هايل جدا طبعا أنا يعني مبسوطة أنه الدنيا يعني تبقى جميلة للناس دي لأنه بجد إحنا جاءنا أسئلة وإنتوا أكيد برضو جاء لكم أسئلة بس أنا تسألت على الموضوع ده أو سعيدة بوجودك معي دكتور ما يبدأ دولا إنك تجاوبينا شاء الله هنعمل الحلقة الثانية نتكلم زي ما قلنا الأصدقاءنا كلهم عن البروتين النباتي وأهمياته علشان إحنا عايزين بدائل البروتين الحيواني فيه ناس فيجيتيري ينقصن وعيشها طول عمرها لا تقولش لا فراخ ولا لحمة ولا أي حاجة فبسم الله ما شاء الله ربنا يدام عليه ونعمة بصحة جيدة وكويسين جدا ومفيش حاجة تنقصهم في جسمهم فاحنا عايزين نتكلم بعن البدائل دي عشان الحالة الاقتصادية ونقول في بدائل إحنا نستفيد منها كمان فيهاش أي مشكلة خالص ومع تقدم العمر بيبقى صحي لنا بيطول عمرهم صح كده فخلينا نحاول نستغل الحاجات المتاحة زي زمان أشكرك يا دكتور ماي بجد اسمحولي أشكر دكتور ماي اللي شرفتني ونورتني دكتور ماي عبداللطيف أخصائية التغذير علاجية وعلاج السمنة من الفريق الطب الشركة OnTargetFarma نورتني وشرفتني وبشكر حضراتكم بجد مشاهدينا كرام ومشاهدي ومتابعينا من خلال شاشة قناة الأهلي تحية وحب وتقدير لحضراتكم من هنا لحلقة جديدة أتمنى من الله ولا يكتر على الله أشوفكم على ألف خير وصحة وسلامة وسعادة وسلام عليكم